يا لما حضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة كابتنك كبير كابتن محمد عبدالله كابتن محمد مشرف ومنور عبيبا كابتن كريم اخبرك ايه ربنا اعزك رب تمام الحمد لله نبدأ بالاهلي ولا الزمالك زي ما انت عايز انت حابب تبدأ لا اي حد والله نبدأ من حيث انتهى المباريات النادي الاهلي النهاردة خسارة ممكن نعتبرها بينكم سين خسارة مفاجأة بعد الاداء الجيد اللي عمل الاهلي في كاس العالم الاندية النهاردة خسر امام الهلال بقى اداء ما كانش جايد خالص تحديدا في الشوت التاني شوط اولي ممكن كان افضل شوية ايه الاهلي خسر النهاردة من وجهة نظرك والله طبعا هي مفاجأة طبعا يعني في تلك الظروف والاحوال والاحداث الاخيرة اللي بتمر مع نادي الاهلي انت راجع من بطولة عالم اندية عمل اداء كويس اه وانت تيدي يخسر مباراة في افتتاحية بطولة دورة ابطالة افريكا بالاخص البطولة المحببة ليك دي كارسة في حد ذات كارسة? اه طبعا بس اول مباراة يا كابتن عمضان انت ضامن بقى المباريات بقى مش عاش كده معدت عشان مش ضامن بقى المباريات فلسة لسة في فرصة الكرة متغرطة كتير متغرطة الكرة كتير فانت اش ضامن حاجة دلوقتي كل الفرقة في افريكا بتدعم بشكل كويس النهاردة شفت الهلال اه فرقة محترمة فرقة منظمة اه هي مش مش بقوة نادي الاهلي بس اخدت تلاتة بنت على الاهلي دي يجي كان النهاردة يعني يديك دفع للامام انت برضو عندك ماتش اللي جاي السابت اللي جاي فده برضو انت بتلاعي فرقة في المحاصلتة في الوقت الحالي معهم ستة بنت هو جاي عايز ياخد يام ما ياخد بنت منك يام ما ياخد التلاتة بنت وانت لقدر الله ما كسبتش الماتش اللي جاي هتخش حزبة برمة هتقعد بقى تستنى نتائج الغير فعن تدخلت نفسك في حزبة برمة بدري بدري قوي صحيح اه كنت اتمنى ان اشت له ولاني فعلا كان ماشي في يعني في الصياق النادي الاهلي كان ممكن يخلص في اي وقت يعني لسه كنا بن كامل او انت دلوقتي يعني مش مش نادي الاهلي يجيله فرصة واتنين وثلاتة مش مستنينينا احنا العشر فرص بقى عشان يخلص بالزبط لا ده نادي الاهلي ان انت يجيلك كامل بالزبط يعني المفروض ان انت فعلا تلعب في اعلى ليفل في مصر اه احسن لعبة موجودة في الوقت الحالي في نادي الاهلي المفروض الفرصة اللي اجي لك تعرف انها في الاول في الاخر اخر فرصة صح انما الفرص اللي بتيجي النادي الاهلي وبتضيع بالشكل ده قيس على ذلك انت يعني المنتج في الاخر ان انت فعلا الكرة اللي بتروح لك ممكن بتخش فيك وده اللي حصل فعلا النهاردة يعني النهاردة انت بتتكلم شوت لوالاني نوعا ما متوازن. شوت دفاعي ان كان في الحالات الدفاعي يوقفهم بشكل كويس. حالات الهجومية قدروا برضو يشتغلوا بشكل كويس. انت كان لك فرص الشوت الاول والهلاب ما كانش لي ولا فرصة. ملوش ولا فرصة. صحيح. ولا فرصة. بيس على ذلك الشوت التاني اول قرص يروح بيه نادي الهجوم ناحية علم عالوه كان في الديه واحد وسبعين اثنين وسبعين. صح. ده اول وجود لنادي الاهلي. صح. قبل علم عالوه ما يطلع. صح. انت متخالي شوت كامل لنادي الاهلي ما بيوصلش. متخالي ان شوت كامل لنادي الاهلي دفاعيا ويجوميا مش متواجد. فالنهاردة كان فيه طبعا يعني ما تعرفش بقى ظروف الجول. اه السفر. فعلا ما عد المباراة لاني برضو دي انا مش يعني سمعتها مبارح حتة النصل اللعيب اتعودت عندنا انها تلعب بالليل وحتة الساعة ثلاثة. لأ ايه مفروض انت بتلعب في اي وقت انت راجل اللعيب كرة محترف. لأ في ثواني بقى عشان دينا النهاردة في اول حلقة اتكلمت عنا يا حب اقدي كده اوه. اتفضل. فكرة انه الاهلي والزمالك ميلعبوش في البطولة المحلية بالنهار يبدو اكاينه مأثر. يعني انت تيه تلعب مباراة افريقية بالنهار. الاهلي والزمالك ما تلومش الاهلي والزمالك اللي انت عارفهم شكلهم غريب. فواضح انه فيه عدم تعود. قبل الشناوي محمد الشناوي قال كده نصا. انا ما شفتش الكرة. يعني قال الكرة سهلة جدا بالنسبة. بالزبط. بالزبط. لا وخوى الراجل بيلعب بالنهار كتير وبيلعب قدام الشمس كتير اكيد هيبقى عارف هيعمل ايه. ده مش مبرر برضو. ما طبعا مش مبرر. ما في الاول الاخر هيبقى خطأ هيعتبر خطأ. اقول لك على حاجة يعني انا قعد مع محمدا صاحبي. اه. انت شفت وارد. اه. من نهاردة بنكارب. فبيتكلم الفاول اللي يتلعب قبل فاول الجون بزبط. اه. وما جون فاولين ورا بعض على طول. صح. الفاول طلع فوق خالص. اه. اللي طلع فوق العرضة بمسافة. والفاول التاني جون. فبيكلم يقول لي ممكن تخش في الشناوي. طوله صعب. ده جون متخب مصر. استحالة. اه. انت متخيل الكلمة يعني ما فيش فرق بين الكلمة. والجون. ما خدناش تلاتين سنة. اه. دخلت. فلا. فالشناوي لا. فهو بقاله فترة المستوى طالع نازل. فده مش مبرر تقول يصل شمس ومش شمس. لا. في الدنيا كلها بيلعبوا بالنهار. اه. وحتى عندنا في مصر. حتى انت لو ما بتلعبش. انت اللي طالب كده او اتحاد الكورة او الناس المنظمة. اه. هم اللي ساعدوك على كده. حلو. ما وده مش صح بقى. احنا مفوض بقول. وده طبيعي. لمسؤول الاهلي والزمالك ورابطة الاندية وتحاد الكورة اي حد مسؤول اجاباع الاهلي والزمالك لمصلحة الكورة المصرية. بالضبط يلعب في موعيد. زي وزي بقى الاندية. يا سيدي بنسبة اقل عشان امورته السوقية. لا فيش حاجة اسمها بنسبة اقل. لازم يبقى هنا في يعني زي ما قولك ايه في عدل. ماشي. في عدل في المنظمة. اه. هتعدل. اه. 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 مش هتعدل خلاص. انت بقى قيس على ذلك اللي انت بتشوفه بقى. اه. اه. انا اقعد نسمع مبررات. اصل ما شبتش الكورة. اصل موعيد الاكل. اصل النوم. اصل اصل. كلامي الكتير اللي انه قد نسمعه. وده مش في حياة لعاب الكورة. حياة لعاب الكورة عارف هي العب. يعني محترام لعالي والزمالك. مالريا المدريب بلعب الساعة اتناشا. اه. من النهاردة. انهاردة ارسم بلعب الساعة اتنين. اه. بالضبط ايه مشكلة. اه. قبل كده بيلعب بيلعب السباح والدور عادي مفيش مشكلة. احنا نفسنا في الكورة لما سلطف تاكر عالي وزمان في التسينات. كان تلاتة. كان تلاتة. معروف. الماتشات الساعة تلاتة او اتنين عادي. اه. اه. فوضع طبيعي ان انت لازم تتحط في البطولة المحلية في توقيتات زي دي. عشان تساعدك على اقل. لما صلحتك. في الماتشات افريكا. ممكن يجي لك وقع يعني يعني. لما جي لعب الاهلي قبل كده الماتش بتاع خمسة. اه. ما لعبه الساعة تلاتة. وده اللي هيحصل. وده اللي هيحصل ممكن الماتش اللي زبط. اللي هي الماتش اللي جاي عندها. اللي بعده يعني. اللي بعده. اه. اه. فوضع طبيعي خلاص الناس تعودت فهمت. اه. فبدأوا يلعبو لك على نقطة ضعف معينة. صح. او اه او حاجات انت اساسا مش دارك انها ممكن تحصل لك او تحصل عواقف ليك فيما بعد. صح. فلا لازم الناس هنا تفكر للصالح العام. اه. مش مصلحة ناديين فقط. ان انا بلعب ساعة خمسة او هلعب سبعة. وشكرا على كده وبالي لانديها كلها بتتظلم. فيه ناس بتلعب الساعة اتنين ونص على طول. يعني اسوان دي تلعب. يعني بنسبة مسلا تسعين في المية. اه. ماتشاط الساعة تلاتة. بالمناسبة الماتش اللي خسته زبالك في الدولة كان في النهار. في النفس التوقيت. امام اسوان. نفس التوقيت. اه. فدي مشكلة. اه. فلازم يتعودوا على كده. لازم حتى التلعادل هنا من البداية. اه. عشان تقدر تجاري امورك فيما بعض. هاي قالي النهاردة تأثر بدنية بسعر مشاركة في كاس العالم. يعني النهاردة مجهود كبير في كاس العالم العديدية الموباريات كانت متقربة الموعيد جدا. تأثر النهاردة وتأثر طبيعي بدنيا في الشوت التاني. لا لا لا. ما تأثرش. ما تأثرش. حتة ان انا هقوله تأثر او ما تأثرش. ما ينفعش اقولها معناد الاهل. ما ينفعش اقولها معناد الزمالك. اه. الفرع اللي تعودت. انها تلعب اكثر من بطولة. لا. الاناس كوات بتاعي جاهز. بدنيا فنيا تركيزيا كل حاجة عندي على اعلى مستوى. ما ينفعش ان انا اقول وقتها بدنيا. لان انت بالاخر دي انت بتجري. لا انت ما وقعتش بدنيا. انت فعلا ممكن تكون العوامل اللي احنا اتكلمنا عليها. ان انت فعلا معادي المباراة. مش مناسب لبعض اللعيب عشان ما نظلمش. فعشان كده انت ظهرت بالمستوى ده. غير طبعا تغييرات الراجل متأخرة جدا النهاردة. انت شايف عندك شوت التاني. نص ما لعبك تاخد منك بشكل كبير. انت جيت يعني على ما افتقار تتغير. بدأت تغييراتك في ديها حاجة وسبعين. هو واضح. بدأ بالكندوس اللي هو بعد كده غيرت لها تغييرات. واضح. النهاردة اول تغييرات رائم مارس في كل المباراة بتاعت الاعلي. بيبدأ تغييراته من ديها ستين. مهما حصل. لا لا بالمناسبة مهما حصل. يعني حتى لو في العيبة انت متأكد انه رازم يخرج من بدري. هو بيبدأ تغييراته من ديها ستين. طب النهاردة احنا بنتكلم في حالة مباراة. مهما. واكتر من حوالي تامن تسعة لعبة برا الجيم النهاردة. هستنى لحد ما تبقى الكارثة اكبر. النهاردة انت بتتكلم واحد صفر. اتحسب عليك ضرب الجزاء. طب لو ضربة الجزاء دي دخلت. خدست بقى. طب لو جون اللي دخل وتحسب وصيد دخل. مهما. اطلع بفضيحة اكبر. مهما. ولا انا اطلع بقال الخسارة. على اقل لو هو مش يومي. مهما. ولعبتي مش في حالتها. اطلع على اقل بقى قل الخسار. عشان انا عارف ان عندي مباراة في الدوري. عندي بعدها بتلات اربعة ايام مباراة ارض وبدورة بتلقى افريكا ومع فرقة. فرقة كبيرة جدا. فانت محتاج ان انت تلمي نفسك بقى اصرها وقت. مهما. ان انا انا سيب المساحة تيجري بيها وان الوقت يجري بيها. وان انا على ما اساسا احنا واحنا لايب كورة. على ما يجي خش في الجيم. مهما. عايز لك عشر خمستاشر دي على الاقل. على ما ما حاس بقى ان البس يطلع سليم. الحركة بتاعتي يا عالية. كل الكلام ده لازم يبقى دارسه وعارفه. مهما. انما النهاردة تاجيراتك متأخرة قوي. سبت الوقت يمر بيك وانت برضو قاعد مستني. مهما. لأ انت انت لازم تبقى دارك. خدت بقى لك احمد بكوندوسة لما نزل? اه طبعا. لعيك ايه? يعني مش رائك ايه في مش صاحب شكل عامة شنحنا لسه مش فتاو. بالزبط ما نقدرش نحكم عليه. الملامح ايه. اللمسات ايه? انت رجل لعب كورة. لا لعب كويس. لعب كبير. اه. لا لعب كويس. والنهاردة برضو انت ما تقدرش تحكم عليه برضو. طبعا. جوا اه عوامل المساعدة بالنسباله الفرقة مش في حالتها. فانت ما تقدرش تطلع عليه يعني اه واحد في المئة من اي كومنت لها. اه. طالع نازل. اه. طالع نازل. بس برضو انا على مبدأي وعلى كلامي. هو افضل لعب في ناديل ايه في وطرة الاخيرة. افضل لعب. اه. عنده حلول. اه. هو الوحيد اللي تحس انه ممكن يعني يعمل لك اه يعمل حاجة. فاكر لما كلمت معك علي مطش الريال مدريد. اه. تلك الوحيد اللي مختلف فيهم. اللي ممكن يركب ناديل ايه في اي وقت. فعلا ده اللي حصل في مطش فلاميجو. صح. عنده حل. بيقدر عنده سرعة وعنده دريبل كويس. عنده بس ممكن يعني الحاجات دي تتعالج فيما بعض. طيب. نسيب النادي القليل ونروح لنادي الزمالك. مبارح الزمالك كان مباراة مهم جدا يلفوز فيها بعد الخسارة قدام شابلوس داد في المباراة الاولى حتى لو مباراة خارج الارض. ايه خارج الارض بس كانت موجودة في. للطرفين. يعتبر اه خارج الارض للطرفين. للطرفين. اداي نادي الزمالك مبارح كان ممكن يبقى حسن من كده? ده المفروض. ده المفروض. ده المفروض. اه. تراج الخسران. وعارف ان انت رايح المباراة دي بالنسبة لك. هي يعني ايه بسيس الامل ان انت ممكن تكمل في الدورة ابطالة افريقيا او تطلع. فانت كده بتصعب الامور او صعبت الامور عليك اكتر واكتر. نهاردة التراجي بيكسب بقس التابونت. مم. وانت المفروض ان انت رايح للفرقتين. رايح لشباب الازداد برا. مم. وراح للتراجي برا. مم. واخر مباراة شباب الازداد والتراجي. لو انت محتاج المباراة دي. هم هيسهلوا الدنيا البعض. مم. وحصل قبل كده. مم. انما نادي الزمالك مبارح في اسوأ حالاته. في اسوأ حالاته. اللعبة في اسوأ حالاتها. الجهاز في اسوأ حالاته. يعني الناس مش داركة فعلا الموقف اللي انت فيه. انت ما بتصدق تشم نفسك. النادي الزمالك لسه كذبان سموحها في تلاتة عامل الاداة كويس طب فين. مم. لازم اللعبة تحس شوية انها فعلا بتلعب عشان خاطر نادي الزمالك. انما اللعبة مبارح اه يعني انا اسف حد سوأ الحرج. الناس مش في دماغها. مم. اللعبة بتلعب بكيفها وبمزاجها وما عندهمش احساس بالمسئولية. لا. نادي كبير. وانت بتلعب في بطولة كبيرة. وانت نفسك تحقق البطولة دي بالك فترة. صح. فاللي عايز حق البطولة لازم يستعالها بشكل كويس. لازم يتعب لها. مم. اللعبة مبارح ما تتعبش. طيب على الجانب اخر مش حاسس ان اداء الزمالك الدفاعي تحسن بعض الشيء. نوعا ما. اه. نوعا ما. اه. دفاعيا بقى افضل شوية. مم. انما برضو اقول لك على حاجة في حاجات مبارح برضو. طبعا كان فيه سوارات وكرة عادة. كان فيه كوارس مبارح بتحصل. اه. كان فيه كوارس. انما زي ما اقول لك ايه ربك بيسطر. اه. لا ربك بيسطر يعني فيه حاجات مبارح يعني كانت ممكن تخلص في ثانية. اه. انما نوعا ما يوم بعد يوم اكيد الامور ده هتتعالج بشكل كويس. وانا بقول لك هم اكتر نس عايشين معهم. يعني كان مستر فيرا وكابتن وسامة. هم اللي عايشين جوا المطبخ. هم اللي قادرين يحطوا مين. كنت بتكلم دلوقتي. اه كنت بتكلم اللقتي على فكرة انه مصطفى زيزو مبارح ما كانش عامل مباراة كبيرة. وقلت انه الزمالك عايش فترة طويلة معتمد على فكرة ان احمي مصطفى زيزو يدي اسست يجيب هو الجول. اه. لو احمي مصطفى زيزو مش في الملعب فين باقي حلول نادي الزمالك. بالزبط. فين باقي حلول نادي الزمالك. ما هي تيبقى مشكلة. اه. ان انت اعتمد على لعيب واحد. او كان زيزو كان بيشيله امام قبلها. امام ميشي دلوقتي. فزيزو يدل واحدة ما تسقفش. حتى انت طول الوقت يعني انت مبارح لعبت حوالي اكتر من اتنين وستين ديئة. هو ما بلعبش على عدلته. ام. يعني يعني مصدر خطورته وقوته هو بيرعب ناحية الرايت. ام. انت اساسا هو مش شغال على عدلته. الحتة اللي هو بيبدع فيها. وبيطلع كل ما عنده فيها انت اساسا مفتقده فيها. ام. مش موجود. ام. فانت خدت جزء كبير منه. حتى لما جيه فعلا انها بدأ مصدر الخطورة شوية. ام. انما ايد له واحدة ما تسقفش. لازم يبقى عندي حلول. سيف الجزيري كان من واحد من اللاعبين اللي ساعدوا الزمالك جدا ان هما يكسبوا الدوري سانفاته الكاس. ام. الدوري اللي قابليه كان واحد من اللاعبين اللي كانوا مهمين قوي سيف اه الجزيري. ليه سيف الجزيري بقى له فترة مستوى متراجعة. عشان ما فيش حد. ام. انا اللي بيلعب. اه عشان ما فيش حد. اه ما فيش حد. اه. ما فيش حد فعلا فهو اللي بيلعب هو يعني. ما لما يكون في حد بيدابد بورايا اكيد لازم هيبقى في في اكتر من كده في غل في تمرين. كل الكلام ده نبص التمرين هو المباراة. ام. فالراجل ده مقصر في التمرين وكده مقصر في المباراة. وده اللي بيحصل. الجزيري بعيد تماما يعني ممكن يعمل لك جيم كويساوي. ويقعد عليهم ثلاثة اربعة متشاط بعيد. صح. وده اللي بيحصل الفترة دي بالاخص. احنا بنكلم سانة الفاتد كان عامل موسم هاي المعنات الزمالك. اللي قبلها كان بيسام بشكل كبير. السانة دي الجزيري مش موجود. وبالاخص من ساعة ما رجع من كاس العالة. مش متواجد. مباراة انت بيجي لك حاجات يعني جات له كرة لتحطط له من من سيف جعفر. لا. الف به ده يعني بطن رجلك هلال. صح. انت ما عندكش احساس بالمكان ولا شايف الجون ولا انت عارف المسافة اللي بينك وبين الجون. عشان تحط القوة دي كلها. ايه رعك في سيف جعفر? العال كويس بس اه حتة الشو غالب عليه شوية. شو في اللعب? مش في اللعب اكشن وش وده مش مطلوب. اه. وده مش مطلوب. وفعلا انت تلعف نادي كبير. فمش كل ما هتضيع هجمة هتقعد تمسك الشورط او تنزل في الارض. ده بياخد على فكرة يعني بياخد بيك وبيلعبتك. يعني انت الحركة زي دي يعني انت مش خسران. ام. خلاص موضع طبيعي ان انا هضيع. ام. بس الشاطر اللي يوقفه ويجيب. شو غير لعيب صغير في السن في حماسه لسه غالبه. عنده كم سنة. ونفسه يثبت في. عنده كم سنة. ست عشرين تعريبا اه. طب واللي جاب جون في نادي الاهلي اه في ماتشل ريال مدريك. عنده كم سنة. اه كانت 17 سنة. 17-18 سنة اه. طيب. اه. مش حاجة اسمها لعيب كبير. اه. يعني ما فيش حاجة اسمها صغير. اه. انت خلاص تحطيت. في وسط الحداشر دولي بانت لعيب كبير. اه. وانت بتلعب في نادي الزمالك. معلش هو انا بلعب في فرقة صغيرة في منتصف الجدول ولا في اخر الجدول. انا في نادي الزمالك. يعني انت هتحطيت في تصنيف ان انت خلاص بقيت واحد من ضمن المجموعة دي. اه. فما ينفعش الرياكشن اللي انت بتعمله بعد كله. اقول لك مبارح. مبارح. العل على الجزية دي فعلا ان اه. اه. اه حافيز دراجي. اه. قال له يعني انت فعلا ما اوفرها قوي. كل قرى تضيع ايه ينزل في الارض. لا. مع العلم انت لعيب كويس. وعندك هاي كويس. اه. مش مطلوب ان انا اعمل الكلام ده. انت فعلا انت لعيب كبير وبتلعب فرقة كبيرة. فلازم يبقى فيه يعني العقلية تضاير شوية. عايزة قبل ما اصيب سيد زمالك اسألك على واحد ماشي من الزمالك. امام عشور. امام عشور هدف مع. راح وسجل. تشبهونا اول مشاركة بيسجل هدف. والناس بيتكلم على حاجتين في امام عشور. انو كوالة رائع جدا من اللعبين. وقلق كبير جدا من العقلية. استواقع امام عشور هيروح لحد فين في أولوبا. لو هو عايزة بكويس هي غار من نفسه. مم. كلعب كورة ما فيش اختلاف عليه. خالص. كامكانيات ومهاريا فنيا. اه بدنيا حاجة. دفاعيا هجوميا حاجة كويسة هود. اه. انه ما زي ما انت بتتكلم. المن تلتي هيروح فين. اه. بس انا لما اعتقد ان هو لو فكر صح هنلاقي امام في حتة كبيرة. انا انا نفسي. وده اللي انا بقى عشمان في ربنا. ان احنا فعلا نلاقي اكتر من اللعيب. اه. بعقلية صلاح. ام. سيبك من اللي وصله صلاح. لان اللي وصله صلاح صعب ان حد يوصله. ام. صعب. مش هنقدر ان. تعلم ميزة امام عشور كمان ان هو في مركز هو دائما مطلوب في كل الاندافع. كل الاندية. مركز القطاع ده هو مركز قليل في المبدعين. وبعدين هو بالزابط الله ينور عليك. هو مبدع يعني اللي في المكان ده ما عندوش اللي عند امام. امام فعلا بيعرف يتحرك بيعرف يوصل بيعرف يشهود بيعرف ييبجون بيعرف يدافع كميات الجارية عالية جدا عنده. امه. فالمكان ده مش هتلاقي فيه كل الناس المتكاملة. ممكن اهو هتلاقي واحد بيعرف يقطع ويسلم. صح. واحد بيعرف يجيب بس ما يقدرش يدافع. انما ده عندو الحاكتين ما شاء الله. اه. فاتمنى فعلا ان هو يبقى عقلاته زي عقلات صلاح. ان شاء الله. بإذن الله. ان شاء الله. كابت المحمد دايما بتشرف ودايما بتنور. عبيبة كابت المحمد. دايما اللي قام معك حلوة. ربنا خليك ربنا. شكرا جزيلا. نفسك بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. كلام ايضا عن مبرتايا الاهلي والزمالك مع محمد جمال ومحمد وحمد الظهري. خليكم معا.